وعالضغري عالضغري كوزبرة تعبين. كوزبرة بعد ان تم تكريمه من الجامعة البريطانية وناس كتير طبعا ازاي ما حصل محمو بيكا وشاكوش وعبر كمال تلعو برضو قالوا كوزبرة بيتم تكريمه في الجامعة البريطانية. كوزبرة مبدئيا لو شيرتوا كده على النيت لو عملتوا بحس على النيت هتلاقى ان في قناة الحدث اليوم حلم بكر تردوا برا للستوديو اما كان لسه عاوز يغني وكان داخل يهزر وبتاعه ما كانش يالدغ ومعندوش صوت وتم طرده. والله الكلام ده من سنتين تلاتة. سبحان الله العظيم لما ربك بيختار حد او بيشاور عليه. مكسر الدنيا هو. وعالضغري عالضغري كوزبرة تعبين. حتى الجملة اللي قالها بتلخائية بلسانه الالدغ لاستخدام المخرج ليه. طبعا الالدغ ده مش عيب يا جماعة ده حاجة جميلة. بالعكس ده هو اللي نجحه. يعني زي الناس بتفضل اتخان عشان ده من الجحة يا. ربنا خليها عالضغري انا تعبى. بقى الترند. ربنا ملوش حسابات زي البشر يا جماعة. لما بيبقى بيدي حد يعني انت لو شفت اللقطة اللي بحكي لكم عليها دي مع حلم بكر في الحدث اللي ما بيطرد كوزبرة برا للستوديو عمرك ما هتقولي ان كوزبرة دلوقتي يبقى نجم ومكسر الدنيا وبنتم تكريمه في الجامعة البريطانية. احيانا بيبقى فيه امور من وجهة نظرك انت ضد العقل والمنطق او الاصول والصح. بس بحسابات الدنيا اللي عايشينها وبحسابات ربنا اللي بيرتبها للبشر ما تفكرش فيها بالشكل ده. كوزبرة قال ايه لما لقى الناس كتير جدا بتنطقت تكريمه في الجامعة البريطانية. قال ليه الناس مستكترين عليها الفرحة. بس خد بالك بقى الجمل دي وفكر بطريقته يعني ايا كان مستوى تعليمه او حياته يعني. انا قال لي خلق الله وفعلا في ناس اكتر مني بكتير تستحق. خد بالك ده كلام كوزبرة. وقال كمان ما جاتش معي صدفة. انا راجل اجتهدت وتعبت وتظلمت كتير اول. كنت حاطت ربنا طول الوقت قدام معنايا وعارف انه هيعوضني ويفرجها. خد بالك بساطة الجمل بقى. وان الناس اللي مستكتر عليها الفرحة ديت وشايفيني ان انا شخص ما استهلش باستغربهم جدا لان في الاول وفي الاخد ده ربنا اللي اراد لي وده اللي قلته لكم في بداية كلامي وكلمنا في فيديو الفئة او النمازج اللي موجودة في مجتمعنا. قال بانصح كل بني ادم لو انت فاضي اجتهد واشتغل وارضى بالمكتوب محدش هياخد رزقك والله العظيم ده صح برضو. بدلا ما هتفرغ اننا هطلع اقول وانقض اشتغل على نفسك اي ان كان طبيعة مؤهلك وشخصيتك ودنيتك واكيد ربنا هيبقى كاتب لك الخير ورزقك دايما ده الرزق ده بالزات يا جماعة ربنا اللي بيوزعه مفيش حيلة في الرزق خالص يعني. وقال ان ان شاء الله الفترة اللي جاية هتكرم في جميع انحاء العالم وليس الجامعة البريطانية فقط. هكذا كانت تصريحات كسبرة للقاهرة اربعة وعشرين بعد ان تم تكريمه في الجامعة البريطانية. نلايك ونشترك في القناة ونشير كده عشان اقول لكم كلمتين بما يرضي الله. الولد بمنتهى التلقائية حتى في الكواليس في مسلسل الكبرى اللي تم عرضه في رمضان بقى قال لي مجهود وبقى قال لي عدد كلمات في المسلسل كلنا حبناه. هنا بقى الحاجات اللي مش بتاعتنا. خد بالك. خد بالك. هيق دي مش ملكة ده مش ممثل عبكاري. ده مش راجل دارس وخريك بقى معهد السينما ودارس بقى اه فنون دراما وسينما. خالص ده على سجيته وعفويته خالص. ده حتى الجمل بقولك اللي في المسلسل بتقول بتلقائية طالعة ترند. وهات بقى يا فيديوهات على التيك توك والسوشيال ميديا مع نجوم المسلسل وغيرهم في شهرة غير عادية. وانت بتتفرج على الحاجات دي. ما بتستوقفكش وتستغرب تقول لا ده ربنا في رسالة. هو ربنا اختاره. هو عمل اللي عليه وعلى طبيعته وربنا اختاره. بس هرجع اقول نفس الكلب. قبل ما ننتقد النوعية دي من النمازج. ونقول عيالنا بقى يتعلموا ليه? هصرف عليهم قاتل الالاف عشان يتعلمهم تعليم عالي وصفرهم واجبهم ووديهم. والنجوم زي كوزبرة وبيكا وشكوش وعمر كمال وغيرهم هم اللي بيكسروا الدنيا. آآ وارجع اقول ان كوزبرة آآ عاد طلاق كله بيجدب عاد طلاق شقلب ويجري. هو ده اللي بقى نجم مصر. والناس التانيين مش نجوم? ما تسألش. لربنا في شؤون عباده. آآ آآ رؤية واقدار واحكام هو اللي اللي شايف احواله. فانا شايف ان احنا ما نلومش الشخص او نوجه الانتقادات من منطلق بقى غيرة حقد حسد. تمنى ان انت تكون مكانه غيران منه من غير ما تحس. خلاص. هو انا الفيديو اللي بقى عمله ده هيتشيه الربع شهرة كوزبرة. طبعا الاجابة لأ. ورغم ذلك الامانة تقتضي ان احنا نقول كلمتين بما يرضي الله. ما هو الكلام ده انت هتتحسب عليه. فاكوزبرة قال اللي انا قلته هولكو ده. وبيقول ان الفترة الجاية يكرم في كل الدنيا وان هو رغم ان هو آآ دي شخصيته ودي اغانيه. خلاص ربنا كرمه. وهتبقى بداية طريق النجاح بالنسبة له ومكمل الفترة الجاية زي ما انتم شفتوه في مسلسل كبرى. لا تتعجب انها ارادة الله. خلس الكلام.